تابعي تاقص العرب في السعودي نرحب بكم في هذا التحديث الجوي الذي سنتحدث فيه عن تفاصيل الحالة الجوية التي بدأت تؤثر على المملكة وهي عبارة عن حالة ماطرة أو حالة من عدم الاستقرار الجوي أو ما يسمى بالحالات الربيعية بدأت تتطور تدريجيا خلال ساعات ظهيرة اليوم حيث بحسب صور الأقمال الصناعية يتوضح انتشار كميات كبيرة من الغيوم العالية والمتوسطة يتخللها بعض الغيوم الركامية خاصة في المرتفعات الجنوبية الغربية وغرب منطقة الرياض حاليا خلال الساعات القادمة يتوقع أن تتحرك أكثر هذه الغيوم الركامية شرقا باتجاه العاصمة الرياض حيث تؤثر على العاصمة الرياض خلال ساعات المساء والليل على شكل زخات العادية من الأمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة التأثير خلال النهار يوم غد بإذن الله تشتد حالة عدم استقرار الجوي سنتحدث عن تفاصيل حالة يوم غد بإذن الله خلال التحديثات اللاحقة بإذن الله إلى اللقاء